السلام عليكم وياكم حسين أعلنت شركة سامسونج عن هاتفه الجديد للجالكسي A70S خلونا نشوف مواصفاته أولا التصميم تصميم مختلف شي عن هاتف A70 نفس الواجهة ونفس الخلفية ونفس كل شي ننتقل للشاشة شاشة بحجم 6.7 إنش بدقة Full HD Plus ومن نوع Super AMOLED أيضا مختلفة عن هاتف A70 ننتقل للأداء المعالج هو سناب دراكون 675 مع رام 6 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت وتخزين 128 جيجا بايت أيضا مختلف الأداء عن هاتف A70 ننتقل للكاميرات واللي هي التغيير الوحيد الفعلي الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة الأولى بدقة 64 ميجابيكسل تدمج كل 4 بيكسلات والسر بيكسل واحد بالتالي راح تطيق 16 ميجابيكسل فعلي لكن بحجم بيكسل أكبر يساعدك بالتصوير بالإضاءة المخفضة الثانية بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير بزاوية عريضة الثالثة بدقة 5 ميجابيكسل للعزل البطارية بحجم 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط والسعر يبدأ من 410 دولار ما يعادل 495 ألف دينار أراقي السعر مرتفع صراحة يعني جهاز يستحق تلث 150 دولار بالزايد أو أقل أما 410 دولار فبصراحة هذا المبلغ كل شي مبالغ به المهم هسا راح أخصلكم الفرقات اللي بينه وبين الأي 70 العادي أولا التصميم تصميم نفسه ثانيا الشاشة الشاشة نفسه ثالثا الأداء الأداء نفسه رابعا الكاميرات اختلفت وصارت أفضل لكن مو بالشكل اللي انت متوقع أنه مثلا اختلفت بشكل كبير وهي لا فهذا اختلاف كلش بسيط ممكن ما يخليك أنه انت تترقي خامسا البطارية نفسه أتمنى أعجبكم الفيديو والسفادات من الفيديو إذا أتوا المرة تشوفنا أتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى نصل إلى 100 ألف مشترك واخر الوقت التحياتي لكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر